الدول المغاربية تحل في مراتب متأخرة في تقرير مؤشر حقوق الطفل العالمي لهذا العام باستثناء تونس ويقيس المؤشر الصادر عن مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع جامعة إيراسموس روتردام مدى احترام حقوق الطفل ومدى التزام الدول بتحسينها التصنيف الذي يعتمد على خمسة معايير وهي الحق في الحياة والتعليم والصحة والحماية والبيئة التمكينية ويشمل 182 دولة تصدرته تونس على المستوى المغاربي بحلولها في المركز السابع عشر على صعيد العالم التقييم الأعلى لتونس كان في معيار البيئة التمكينية لحقوق الطفل باحتلالها المركز الثالث عالميا بينما حصلت على أسوأ تقييم في المعيار المتعلق بالحق في الحياة بحصولها على المركز السبعين وبفارق كبير حلت الجزائر في المرتبة الثانية مغاربيا وبالمرتبة الحادية والسبعين عالميا التصنيف الأعلى للجزائر كان في معيار الحق في الحماية باحتلالها المركز الحادي والأربعين عالميا أما الأسوأ فكان في معيار البيئة التمكينية وبفارق ضئيل عن الجزائر حل المغرب في المركز الثالث مغاربيا والثاني والسبعين عالميا وكان التقييم الأعلى في معيار الحق في الحماية بالمركز الثامن والستين بينما حصل على أسوأ تقييم في معيار البيئة التمكينية أما الدولة قبل الأخيرة مغاربيا فكانت ليبيا بتصنيفها بالمركز الثالث والثمانين عالميا وحصلت ليبيا على أعلى تقييم في معيار الحق في الصحة في المركز الثامن والأربعين أما التقييم الأسوأ فكان في كل من معياري الحق في الحياة والحق في التعليم حيث احتلت الرتبة الحادية والتسعين في كليهما وتذيلت موريتانيا القائمة مغاربيا بحلولها في المركز 140 على صعيد العالم كما احتلت أسوأ تقييم في معيار الحق في الحياة بحلولها المركز 170 لكنها حصلت على أعلى تقييم في معيار البيئة التمكينية لحقوق الطفل لتحل في المركز الرابع على صعيد العالم